لدي تو مع شاتما كراي فرنسي وفرنسا وشنوها عملت في تومس موش هذا فقط اليوم بش نحكي لكم ثلاثة قصص مربوطة بعلاقتنا بفرنسا ومربوطة أنه فرنسا ما زالت حقوقنا عندها إلى اليوم مش حقوق الماضي بل حقوق الحاضر والمستقبل اليوم في فرنسا الفيزا بالنسبة للتوينسا ممنوعة اليوم أولادنا الكثيرين اللي هما موجودين في فرنسا مهندسين وإطارات عليا اليوم أولياءهم ممنوعين من هالفيزا اليوم زادة التوينسا كيف يتعديوا من مطار من مطارات روما اللي هما الأكثر كثافة يلقاوا رواحهم محطوطين على الجانب لأنهم يحملوا الباسبور الأخضر اليوم في ذكرى اغتيال المناظر الوطني الهايدي شاكر 13 سبتمبر 53 70 سنة على اغتياله تذكرت واستحضرت هالقضايا هذي ونقول عليش ناظلوا الهايدي شاكر واستشهد وحشاد واستشهد وكل الشهداء في الحركة الوطنية اللي قارعوا الاستعمار الفرنسي من أجل دولة وطنية مستقلة تكون راس بالراس مع الدولة اللي كانت مستعمرتها ما كانش مهدن الهايدي شاكر وما كانش يحارب الاستعمار من أجل موقع بل هو كان جسورا في الدفاع عن الوطن والمواطنين عرف المنافي في كل الفيافي والمدن التونسية وآخر منفى هو اللي تم اغتياله فيه صحيح على أيدي توانسة بين ضفرين ولكن الاستعمار عنده يد كما اليد الحمرة اللي اغتالت فيما بعد حشات قبلها حشات أحد مؤسسي الحزب الدستوري الجديد في 34 وأحد الزعماء اللي يمنوا بالثورة ومقاراة الاستعمار اليوم في ذكرى اغتيال الهايدي شاكر على أيدي أذناب الاستعمار وبكذلك تحريض من الاحتلال الفرنسي في نابل وين كان منفي بفعل قيادته لمؤتمر الحزب الدستوري الجديد في 18 جنوبي الف وتسعمائة وثنينة وخمسين اللي أعلنت فيه الحزب والمنظمات الثورة على الفرنسيين والثورة المسلحة كان اغتيال حشات في آخر العام كيف ما قلنا ولكن اليوم أبناء بلاده اللي ناضل من أجلهم بلا مهادنا الاحتلال الفرنسي هاوش يجرى فيهم الفيزا لفرنسا أصبح كارثة ومستحيلة بالنسبة للأولياء والتوانسا الحاملين للباسبور التونسي اليوم مذلولين مذلولين قدام الصفرات الفرنسية وقدام الوسيط اللي عملته قنصوليت فرنسا وكذلك مذلولين في المطارات ويني السيادة الوطنية يلزمها تفعيل تفعيل السيادة الوطنية مش بالكلام اليوم يلزم مقارعة هال البلاد هذية اللي هي مزالة تنظرنها بفوقية تعرفوا اللي المغرب والجزائر ما يخذين موقف من أجل الفيزا هذية المواطنيهم الجزائر فرضت الفيزا تأشيرة بش تقولوا للجزائر ما عندهاش باع في السياحة وأحنا تونس محتاجين للسياح الفرنسيس يا سيدي نعملوا كما بلدان أخرى ونحطوا شروط ومعليه كان وزير الشؤون الداخلية والخارجية يشوفوا مع فرنسا شنية هالمعضلة هذه لأنهم عاملين مغناني اليوم وما همش قاعدين يقدروا في حجم اللي وصلنا له فرنسا اليوم تذل الأولياء كيفما قلت أولياء المهندسين والإطارات اللي خذاتهم وهنا عندي قصتين قصة المهندس تونسي في فرنسا عمل الأكسيدون سمن عليه وتحدثت عليه الصحافة الفرنسية الكل وصل موصل والعمليات اللي على موقع الحادث وكذلك في السبيترات شاف ما شاف مسكين وهو ابن الثلاثينات الثلاثين سناء ولكن أمه في تونس الأستاذة ما نجمتش تاخذ فيزا وما نجموش يمكنوها من فيزا رغم أنها عملت رسالة ورسالة من أجل التظلم أستاذة جامعية أخرى زادة ولدها مهندس في فرنسا زادة أو يشتغل إطار في فرنسا ودرس في فرنسا وهي أبيدها درست في فرنسا وتقرهوني في تونس تحب على فيزا لأنه ولدها منذ أسبوعين عمل عملية دقيقة شوية وما عنده حتى حد بحضيه الأم الأستاذة الجامعية الدكتورة اليوم ما نجمتش تتصل بولدها وما نجمتش تمشي لولدها لأنه سفارة فرنسا مانع الفيزا والتيالاس مسكرة إلى حين وين السلطة حتى تفعل السيادة الوطنية هذا جزء من القصص اللي نعرفوها على تونس والدليل أنه تونس راهي تذلت تذلت في تونس من خلال السفرات ومن خلال التأشيرة وتذلت تونسي في المطارات بمجرد عنده باسبور اليوم تونس اللي يشهد على مناظليها جبل عرباطة وكذلك جبل خمير اسألوا حشيد والهادي شيكر وبرقيبة وبن يوسف كيفاش كانت مقارعة لإستعمار اليوم تونس في حاجة إلى تفعيل المقارعة بالمثل والمعاملة بالمثل ومحتاجين التوينسا باش يردوا شعار فعلي ارفع رأسك إنك تونسي وباش يكون هذا جائز ومنافذ كشعار يلزم الدولة التونسية وهي ترجع إلى تاريخ أمجادها وتستذكرهم يلزمها تستفسر أولا وترد الفعل على هاللي يقع اليوم في موضوع الفيزا واللي أولياء الإطارات اللي محتاجت لهم فرنسا واللي هما ممشا واللي هاش حارقين اليوم يلزمهم يلقاوا رد من عند السلطات التونسية ثم لكم سديد النظر فيما بعد برشا يتردوا اليوم واليوم فرنسا قاعدة لأنه التونسا في الخمسينات وفي الستينات عرفوا كيفاش ينجموا يتعاملوا كسلط مع الفرنسيس وقالوا لهم تلك حدود الله ولكن المسألة العميقة العميقة هو أننا لم نحاسب الجريمة الاستعمارية ولم نشيطن الجرائم الاستعمارية الفرنسية اللي صارت فيه كل فيه في تونس تتذكروا اللي صار في تزركة وتتذكروا أنه والد المسعدي المحمود المسعدي اللي هو القامة التونسية وهو أب الاصلاح التربوي في تونس بوه في 53 في جراء الثورة التونسية شنو اللي عاملوا فيه دفنوه السلطات الفرنسية دفنوه الجيش متاحهم وهو حي وخرجوه الأهالي بعد حين وعندنا التصوير هذية وقاعدة دور اللي هو كيف ينفض في الغبار متاعه وهو كان عدل كان عقابه وأنه دفنا حي وبخلاف اللي صار في جيرجيس وفي جبل عربات وغيره اليوم تونس يلزمها تتعامل مع الفرنسيس الند للند اليوم المغرب في الكارثة متاحها اللي صارت لها قالت لفرنسا ما تبعث ليش حتى إعانا لأنه أنت اللي تحب تعاون المواطن المغربي في كارثته اليوم أنت يبيدك تمنع عليه الفيزا من غير حتى شي على الهوية يمنعون عننا الفيزا فبالتالي هذا موضوع لتفعيل السيادة الوطنية لديتو مع شاتمة كراي